اهلا بحضراتكم بعد الفاصل احنا جينا للفقرة اللي هي الاخيرة في حلقة الليلة ونتمنى يا رب ان شاء الله تكونوا استمتعتم بالحلقة مع نجمنا دكتور محمود صالح طبعا احنا استمتعنا بيه في الملعب استمتعنا بيه في الملعب في حاجات كده جده ولسه هاخد منه كذا حاجة كده هفكره بافريقيا بس لما اول نشوف حق الجمهور اللي ليه عندك كابتن محمود الجمهور هيسأل وانت تجاوب جاهز معنا كابتن اجازك ايه سئلة خفيفة كده يعني كابتن محمود صالح مختفي انا يعني حتى تواجده في النادي مفيش تواجد في النادي وبرضه على خرط التدريب ليه مش حاطط نفسه على خرط التدريب مختفي ليه هو عنده حق برضه تأصير حق نفسك طبعا لأ بصة كابتن يعني اجاوب المفروض اللاعب بعد الاعتزال لازم يخطط لحياة وانا هدرب هشتغل في الادارة يجيب وراء وقلم كده اللي هو هدي بيعمل الكلام ده هي بتين كده بالصدفة ما خلاص بقى كابتن ما تسمعش في الظروف طب انت بتروحش النادي ليه هو طبعا اللي لا التخطيط ده كابتن مش عيمش 100% طبعا انما تبقى حط نفسك يبقى 80% 70% انما بقاش 20% زي حياتي اه هو زي الظروف لا يعني اصد لا برضه كابتن تنظيم الحياة مهمة جدا اكيد حدد تقول سنتين يعني زي ما قلت لحضرك خلال حدثنا عدت 12 سنة في الناس طب ما لنا خطط الناشئين ده عدت 3-4 سنين بعد كده روح لأ مثلا انديت درجة تانية درجة تالتة تحدد تطع بيها اه واخد الخبرات بعد كده تصعد بقى لو ربنا كرمني هو وفقني يبقى فيه تخطيط موسمكة التخطيط ده مش هيمشي بنسبة 100% يمشي بـ 60% 50% بس طيب انت مبتروحش النادي ها احنا شغلنا اساسا في مدينة نصر لجنة التخطيط انما الناس نفسها تشوفك الاكالمات النادي الاهل بس الناس نفسها تشوفك في النادي انا مقصر حضورش النادي اهل طيب مقصر اللي بعده احضر لك بسبايل وعاوزين نشوفك على الكنوات والكنوات الرياض وعاوزين لك شوفك بالتدريب اكتر برضو يعني الناس قلت لك انت مقصر حق نفسك مقصر حق الناس اه طبعا بيدوسوا على الجرح بالزبط يعني انت معتعرف بالكلام ده اه نفس المعنى نفس الكلام طيب اه هيا الموضوع لازم بيحط ترتيب بس لازم تعمل توازن بالزبط اللي بعده موسيقى الله يا كابتا محمود انت فين انت مختفي فين فينك من مجال التدريب لازم ترجع تاني ويستفيدوا الناس بخبرتك والشباب والأشبال الجديدة تستفيد منك ارجع يا محمود ارجع يا محمود التتايا اتمنى على قلبي في مكان يعني طب انت ليه متخشش في السوديو التحليلي المباريات فكرت بس ليه لا ليه لا مش لا بس احنا هنا مشكلة برضو هنا يا كابتن المباراة ما بتزعش معلش انت بتفرج علماتش وبتقول مش فيه تجاوب برضو بيننا وبين المشاهدين بتقل يا كابتن اه مش من حق النادل اهل بس بياخد بعد المباراة بعد المباراة الهايلايت اه 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 انا كنت مراكز مع التدريب بس يعني معراهش الظروف زي ما بقولك السنين جريت وام ومهم جدا موضوع التخطير ده يعني حتى لو فلت بقى انت ترجع اللي عمله في سنتين ممكن عمله في اربعة ماشي ماشي انه ما عادش فيه زي ما عادت 12 سنة في خطاع الناشئي طيب اللي بعده مين شبهك دلوقتي في المباراة وفي الجيل الحالي؟ اهو ده حاجة ال ايه؟ بقولك مين اللي شبهك في الاجيال اللي موجودة حاليا جاهد في الكرة في مصر؟ او في النادي القاتل؟ لا كأداء مفيش يعني مش معنا كده ممكن يكون فيه احسن مني بس مش شابه حد شبه يعني طيب طريقة اداء يعني مفيش ده لا انما محمود صالح انشاء الرحمن هيطلع علينا اجيال من الاكاديميات ومن الناشئية؟ اتمنى بس يكون انا موجود في مكان يعني النادي يستفيد مني اما انت لازم كمان تعرض عليهم اما انا مش مش انا اه دي النقطة لازم تعرض عليهم اما الناس هتا دي النقطة انا بعندي نوع من ال يعني هولي المسئول هو مفروض اتحط في مكان معين النادي يستفيد مني بلاقي مش موجودة ما بحاولش بقى يعني لا 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 لازم تعافر بقى داعب مني لازم تعافر داعب مني اه لان انت هتحاسب على العلم اللي ربنا ادهولك ده من دهوش لاي حد تاني داعب مني انا رب اعترف طيب